طيب دكتور سأعطيك بعض الأسماء لبعض السياسيين قد زجت أسماءهم في هذه القضية ولا نعلم ما مدى واقعية وجودهم وما مدى الدوافع من وراء ذلك حضرتك ذكرت قضية ليث الدليمي تواجد باسم خشان شندورة وتواجد أيضا مثنسة من رأي شندورة باسم خشان ما إلى لا 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 شوفي بالنسبة ليث الدليمي أنا شخصيا أعتقد مظلوم أنا بتقديري هو لم يقدم استقالة والاستقالة التي يقدمها يقدم أغلب أعضاء الكتل السياسي يقدمها لرئيس الهيئة لرئيس الكتلة حتى لا يخرج عن جلبابه لاحقا يعني كضمان له واستثمرها الحلبوس وقدمها للقضاء ولكن في واقع الحالية ليس استقالة فعلية هذه نفهمها بمعنى أن هنا الحلبوس مظلوم باسم خشان في الدورة السابقة كان لابد أن يدخل الدورة ولكن منعه السيد الحلبوس ولم يصوت عليه في البرلمان وبالتالي هو أيضا مظلوم ولكن خروجه الآن باسم وادعى أنه له دور في عملية الإقصاء لم يكن له دورا أبدا لا من بعيد ولا من قريب والقضية التي قدمها أحترق الطاضية التافهة لا تؤدي إلى شيء أما السيد مشعان الجبوري متنسة هراء كان كثيرا ما ينتهي لا هو شوف خلافات سياسية ويوم أمس زارة لا شوف اسمحيه هو زارة يوم أمس والخنجر زارة ورئيس الوزراء زارة أيضا زار الحلبوسي ولكن عدم خلافات واضحة يعني أكو خلاف وصراع سياسي بين الحلبوسي وبين المثنى لذلك الحلبوسي المثنى لم يأتي بإتلاف الحلبوسي لتشكيل الحكومة في زمن القاضي وطن وذهب مع الإطار التنسيق ولو إنه مثنى السامراء اتفق مع التقدم لشكل الحكومة بما يريدون إلا أن الخلافات السياسية أكيد تجعل كل كتلة سياسية تحاول الإطاحة بالكتلة الثانية تدمير أدواتها تدمير عناصر قوتها الحلبوسي يعتبر عنصر من عناصر القوة لدى تقدم وله جمهور كبير وله أسماء معينة بالبرلمان هذه الأسماء الآن أعتقد لن تبقى كما هي سيذهب بعضها لعزم وسيذهب بعضها للخنجر وبالتالي قوة التقدم ستكون ولكن البعض منها انسحبا وقدم استقالتا أيضا نعم الوزراء إذا تقصدين سيرجعون أو إنهم رجعوا وإذا تقصدين النواب تأكدي ما الذين قدموا الاستقالات أعلامية فقط ولكن على الواقع لم تقدم ويوم أمس حصل اجتماع بحضور الحلبوسي لكتلة تقدم وأقروا بقبول قرار المحكمة والتفكير بترشيح شخص من تقدم لرأس البرلمان ولكن أيضا هذا الأمر سيجابه باحترابات كبيرة